موسيقى موجوز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة مأساوية جديدة بحق المدنيين في محافظة الحديدة مصادر محلية وطبية أفادت أن الميليشيات الحوثية استهدفت أعيانا مدنية في ريف حيس بقذائف هون ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة أفراد عائلته وتم إصعاف الجرح إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإصعافات الأولية قبل نقلهم إلى أطباء بلا حدود في المخة وصلت ميليشيات الحوثي شن قصفها المدفعي والمسير على المناطق الآهلة بالسكان جنوب محافظة مأرب مصادر محلية أفادت بأن الميليشيات الإرهابية شنت خلال الساعات الماضية قصفا مدفعيا ومسيرا على منطقتين ملعاء والغنيم شمال مديرية حريب وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين علاوة على تضرر عدد من المساكن طلب مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام باليمن المهندس أسامة القصيب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية للتوقف عن زراعتها للألغام جاء ذلك في تغريدة للمهندس القصيب على تويتر قال فيها أن ميليشيات الغدر والإرهاب الحوثية تستمر في جرائمها باستهداف فرق نزع الألغام في مديرية حريب محافظة مأرب وطلب مدير مشروع مسام المنظمات الدولية والدول الكبرى في مجلس الأمن لتخطي عبارات الشجب والاستنكار وأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية لإيقاف هذا الإجرام بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريس لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجري ونقش اللقاء التنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة لحجد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية وآلية تنفيذها حسب الأولويات الملحة كما استعرض اللقاء مجالات الخطة الإنسانية للأمم المتحدة وجوانب استثمار الدعم المقدم من المانحين في تمويل مشاريع تنموية في اليمن تساعد في تحقيق أهداف برنامج التعافي الاقتصادي للحكومة وجه البنك المركزي في العاصمة عدن شركات الصرافة بالإسراء في تجديد تراخيصها خلال شهر فبراير الجاري وقبل انتهاء المهلة المحددة وتوعد البنك المركزي عبر وثيقة نشرها على موقعه الإلكتروني بفرض غرامة 20 ألف ريال بأثر رجعي من بداية شهر يناير على الشركات المتقاعسة عن تجديد الترخيص وألفت البنك إلى اعتزامه نشر قائمة للجمهور بالشركات ومنشآت الصرافة المرخصة في شهر مارس المقبل نهاية الموجز شكرا لكم إلى اللقاء